موسيقى 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 والآن إلى الجولة على أبرز ما ورد في صحف هذا اليوم ونبدأها مع صحيفة نداء الوطن وحول الأزمة الحكومية كتبت الثنائي التوقيع الثالث أو نستأنف العد لم يعد سرا خافيا على أحد أن مختلف الشرائح اللبنانية باتت تعتبر أجندة الثنائي الشعي عبءا ثقيلا على كاهل البلد وما كان يقال في السر بدأت أصداؤه تتردد في العلن خصوصا بعدما وصل اللبنانيون إلى حضيد الحضيد اقتصاديا وماليا واجتماعيا وصحيا ومصرفيا فجاءتهم طاقة فرج فرنسية لكن سرعان ما أعاد الثنائي إيصادها وختم الأمال التي عقدت عليها بالشمع الأحمر تحت طائل التشبث بحقيبة المالية فكانت تلك أشبه بالشعرة التي قسمت ظهر المبادرة الفرنسية واستنفرت الحساسيات الطائفية والمذهبية بين مكونات البلد على اعتبار أن أداء الثنائي في مقاربة المبادرة الإنقاذية الفرنسية استفز الشركاء المسيحيين في الوطن وتعامل معهم بوصفهم أسرع تحقيق شرط المثالثة في التوقيع وإلا نستأنف العد وتتابع نداء الوطن هكذا قرأت مصادر سياسية تلويح المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان باعتماد المداورة في كل المناصب والمواقع في إطار دولة المدنية وكذلك ما استشفته المصادر من أجواء عين التيني وتلفت هذه المصادر أيضا إلى أن عنوان الدولة المدنية بمفهوم الثنائي إنما يقوم على أساس التلويح بتغيير النظام اللبناني القائم لأصبح نظاما عدديا يكارس مثالثة دستورية تطيح بالمناصفة منبهة إلى أن المرحلة الراهنة في لبنان بالغة الدقة والحساسية وتجاوزت في أبعادها مسألة تشكيل الحكومة لتتكشف تباع محاولات ونوايا مبيتة تهدف إلى تخيير اللبنانيين بين تكريس الأعراف بقوة الأمر الواقع أو دفع البلد نحو نظام تأسيسي يعيد خلط الأوراق ويخلق واقعا دستوريا جديدا في هيكلية الدولة ومن نداء الوطن ننتقل إلى الأخبار أيضا فيما يتعلق بالأزمة حول حقيبة المال الثنائي حقيبة المال أو اعتذار أديب لم يعد الثنائي الشعي يقارب الخلافة على حقيبة المال كمشكلة جزئية عابرة في تأليف الحكومة على غرار ما كان يحدث في حكومات سابقة لبعض الوقت انتزاعها منه بالنسبة إليه بات أقرب إلى مشروع سياسي ينخرط فيه أفريقاء محليون ودول لذا يعتبر مواجهة المشروع دفاعا عن كيان ووجود سياسي يرمي المشروع إلى إخراج حزب الله من السلطة الإجرائية كليا وتجريده كثنائي شعي مع الرئيس نبيه بر معني بها من الحقيبة هذه وإفقاده دوره في تسمية وزرائه بترك سواه من قوان محلية واجهتها الرئيس المكلف مصطفى أديب يعينون عنه الوزراء الشيعة في الحقائب الأخرى ما بات محسوما عند الثنائي الشعي المعطيات الآتية أولا لا يزال يؤيد المبادرة الفلنسية ولا يبحث عن خلاف مع الفرنسيين يلفته أن باريس تتعامل معه بواقعية وإن من دون أن تتفهم تماما وجهة نظره أكثر بكثير من أفريقاء لبنانيين كالرئيس سعد الحريري ثانيا لا يملك الثنائي الشعي تفسيرا لانقلاب الحريري عليه بنحو المفاجئ وبدأ أنه يحمل المبادرة الفرنسية أكثر مما تتطلب ويريد طوريط الثنائي في مشكلة مع الرئيس إمانويل مكروم في لقائه الحريري السبت المنصرم سأله بري لو كنت أنت رئيسا للحكومة ألن تسمي وزراءك ونحن نسمي وزراءنا سأله كذلك كيف تقبل بأن تسمي أنت وزراءك ولا تسمح للآخرين بأن يسموا وزراءهم أعطاه رئيس المجلس لائحتين على التوالي كلا منهما من خمسة أسماء محتملة للتوزير في حقيبة المال فرفضهما وأصر على أن لا تصدر التسمية عن الثنائي الشعي الأهم أن لا تكون عنده وزارة المال أصل المشكلة ليس خافيا على الثنائي أن المفاوض الفعلي هو الحريري وليس أديب الذي أفصح بغموض منذ المشاورات التي أجراها مع الكتل عن أن ليست لديه أفكار واضحة سوى أنه يريد تأليف حكومة اختصاصيين بالتفاهم مع الفرنسيين فيما بعد ظهرت إلى العلن فكرة المداورة ما بين الحقائب التي لم تعني بالنسبة إلى الثنائي سوى استهدافه هو لانتزاع حقيبة المال منه يعرف تماما إلى الأسباب الميثقية التي يتسلح بها والمثيرة للشكوك والجدل أن أي من الحقائب السيادية الثلاث الأخرى يتعذر عليه الحصول عليها لدوافع مختلفة يتداخل المذهبي بالإقليمي والدولي فيها لا الدفاع المرتبط باستمرار المساعدات العسكرية الأمريكية للجيش ولا الخارجية الموصد الأبواب دونه على الخارج ولا الداخلية الأقرب ما تكون إلى محمية سنية حيث تتداخل في فرع المعلومات عشرات أجهزة الاستخبارات العسكرية العربية والأوروبية والأمريكية تمويلا وتبادلا للمعلومات وقد يكون وزيرها السابقان زياد بارود مروان شربل اكتشف استحالة أمرة الفرع مثل ما اكتشف خلفهما نهاد المشنوق سهولته كالسني ثالثا رفع الثنائي الشعي المواجهة من الإصرار على حقيبة المال إلى مشكلة مرتبطة بمصير الحكومة برمتها تبصر النور بمشاركته أو يذهب الرئيس المكلف إلى الاعتذار أضحت حكومة أمر واقع من الماضي وتاليا لم يعد لدى أديب سوى التفاهم على شق إخراج حقيبة المال للثنائي بأقل أضرار المؤكد لدى الثنائي أيضا أن رئيس الجمهورية ليكون في وارد الانقلاب على حليفه بعدما أرسل إليه إشارة إيجابية مداورة بموافقة الأفريقاء جميعا رابعا وصل الثنائي الشعي إلى استنتاج مفاده أنه أمام لعبة مقفلة الخيارات إما أن يكون خارج الحكومة وهو الشق الأمريكي في المبادرة الفرنسية تبعا لاعتقاده أو يتحمل وزراء تعطيل تأليف الحكومة وتاليا توقع عقوبات قاسية أيضا من الأخبار اخترنا عنوانا آخر إدارة ترامب تضغط على لبنان مفاوضات مباشرة مع إسرائيل قبل الانتخابات يبدو أن التفكير بالتمني لدى واشنطن وتل أبيب مشبع بالأمال تجاه الساحة اللبنانية ليس فيما يتعلق بتأليف الحكومة الجديدة كي تأتي متساوقة مع مصلحة العدو فحسب بل أيضا فيما يتعلق بانتزاع نفط لبنان وغازه مما تدعي إسرائيل حقا فيهما التمنيات لدى الطرفين وصلت إلى حد الاعتقاد المشترك بإمكان بدء مفاوضات مباشرة بين لبنان والاحتلال قبل موعد الانتخابات الأمريكية يتركز المسعى الأمريكي على إيجاد قناة تفاوض مباشرة بين الجانبين للتوافق على حدود المياه الإقليمية الخالصة وتقاسم المنطقة المتنازع عليها إذ أن الظروف في لبنان باتت مؤاتية خلافا لما كانت عليه في السابق وقال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون رفعوا المستوى في أحاديث منفصلة لموقع والا العبري أمس إن هدف الإدارة الأمريكية هو تحقيق التفاوض المباشر قبل موعد الانتخابات الرئاسية في تشرين ثاني المقبل الأمر الذي يعد إنجازا سياسيا كبيرا جدا للرئيس دونالد ترامب فإضافة إلى حل الخلاف على الحدود البحرية لم تجري أي مفاوضات سياسية المباشرة بين الجانبين منذ ثلاثين عاما ويشير التقرير إلى أن الظروف باتت مؤاتية في الأسبوع الأخيرة تحديدا بعد الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت وربطا بتداعيات الأزمة الاقتصادية في لبنان إضافة إلى الانتقادات الداخلية من الأطراف اللبنانيين لحزب الله وهي عوامل دفعت الإدارة الأمريكية إلى استئناف مساعيها لبدء مفاوضات بين البلدين لهذه الغاية تشير المصادر الإسرائيلية زار مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد شينكر إسرائيل هذا الأسبوع والتقى وزير الطاقة المسؤول عن ملف الحدود البحرية نيابة عن الحكومة الإسرائيلية كما التقى وزير الخارجية الجديد جابي أشكنازي الذي يعتبر مكتبه شريكا في الاتصالات الجارية وقال مسؤول إسرائيلي رفع المستوى للموقع أن زيارة شينكر الأخيرة للبنان خصصت لإجراء محادثات مع وزراء ومسؤولين رفعين في الحكومة الانتقالية هناك للتوصل إلى تفاهم على صيغة تسمح ببدء مفاوضات مع إسرائيل وأشار مسؤولون إسرائيليون إلى أن الانتباع المتكون في إسرائيل بعد عودة شينكر أن هناك مرونة من الجانب اللبناني وأنهم باتوا أكثر استعدادا مما كانوا عليه في الماضي لبدء التفاوض حول الموضوع مع إسرائيل أحد المسؤولين الإسرائيليين قال نرى أن رد الجانب اللبناني رغبة في المضي قدما ونرى أنهم يدركون أن الوقت حان لتسوية القضية ولفت إلى أن إسرائيل جاهزة لبدء إجراء مفاوضات جادة وهي تأمل أن يحدث ذلك قبل نهاية عام 2020 ومن الأخبار ننتقل إلى الجمهورية الجهد الفرنسي قائم والحكومة قد تولد خلال ساعات علمت الجمهورية أن الحضورة الفرنسية على خط التأليف كان في ذروته والهواتف الفرنسية تشتغلت في الساعات الماضية في كل الاتجاهات الداخلية في محاولة حثيثة لإنضاج ظروف التأليف ولكن من دون أن تسفر عن تبدل الصورة ما خلى تأكدات تبدو مفتعلة وأقرب ما تكون من باب رفع العتب تنهمر على الفرنسيين بالالتزام بمبادرة الرئيس إيمانويل ماكرون والحرص على إنجاحها وسألت الجمهورية معنيين بحركة الاتصالات الفرنسية فأكدوا أن الجهد الفرنسي قائم وإن حصل هذا الاختراق فالحكومة قد تولد خلال ساعات وعلى أبعد تقدير مطلع الأسبوع المقبل أيضا في الجمهورية وحول الموضوع نفسه تعقيد التأليف ما سبب تصلب الأطراف في تقييم مصادر سياسية مواكبة لهذا الملف أن المعركة المحتدمة على خط التأليف صارت أشبه ما تكون بمعركة تكسير رؤوس بين منطقتين بين منطقين متناقضين يبدو أنهما قرراء لا يلتقي على قواسم مشتركة وقالت المصادر للجمهورية أن الطرفين محشوران أولا بسقفيهما لعاليين الذين سعداء إليهما وإصرارهما على المضي في هذه المعركة المفتوحة بينهما ومحشوران ثانيا بمسألة أساسية أن البديل لمصطفى أديب فيما لو اعتذر غير موجود وتتابع الجمهورية علما أن اعتذاره معناه إعادة خلط أوراق التكليف من جديد والدخول في فترة لن تكون قصيرة في محاولة البحث عن شخصية سنية تحظى بغطاء سني كامل أو عن الفدائي الجديد الذي سيجازف في تولي هذه المهمة من دون تغطية سنية في جو اشتباكي بلغ حدودا عالية جدا على أن المصادر نفسها تشير إلى سبب أساسي كامل خلف تصلب كل الأطراف وهي العقوبات التي لوحت بها الإدارة الأمريكية على السياسيين في لبنان وترافقت مع تسريبات بأنها ستطال شخصيات رفيعة وأسماء صادمة فالرئيس سعد الحريري قلق من هذه العقوبات التي جرى تسريبه أنها قد تطاله شخصيا أو تطال بعضا من جماعته وهو بتصلبه هذا كأنه يحاول أن يحرف العقوبات عنه وتشير المصادر إلى معلومات تفيد بأن البعض في نادي رؤساء الحكومات السابقين قلق من تسريبات تحدثت عن تلويح بفتح ملف الإبراء المستحيل الذي يطاله شخصيا إن اعتمدت الليون في الموقف وأن هذا البعض تبعا لذلك يدفع إلى مزيد من التشدد والتصلب أكثر في وجه الثنائي الشعي وبالتالي إبعاد حزب الله عن الحكومة والأمر نفسه تضيف المصادر مع رئيس الجمهورية المصلط صيف العقوبات على بعض المقربين منه وكذلك التيار الوطني الحر المصلط صيف العقوبات على رئيسه جبران باسيل والليونة التي يبديها هذا الفريق للمرة الأولى في تاريخ تأليف الحكومات وخصوصا في عهد الرئيس مشلعون تبدو كأنها لتجنب تلك العقوبات وكذلك الأمر بالنسبة إلى الثنائي الشعي حيث أن السبب الأساس في دفعه إلى التصلب أكثر من أي وقت هي العقوبات التي بدأت بشقها الأول المتمثل بحزب الله وأخذت تطال شقه الثاني المتمثل بحركة أمل في الدفعة ما قبل الأخيرة التي طالت النائب علي حسن خليل والتي اعتبرها الرئيس نبيه بري أنها رسالة أمريكية له شخصيا ترجمة نانسي قنقر